لطيف في الأمر أنه كلنا نعيش تجربة التجربة يعني ممارسة التجربة رئيسنا رحمه الله ونحن أيضا كلنا نبحث نقول بدنا نسوي الأحسن وكان بعض الزمنة لديه مقترحات شوي شاطحة يعني أحلام أحلام كبه كثير فكان يقول إخواني ترى حلنا مبتدئين توحلنا داخل ابتدائي خلونا نمشي على وتيرة واثقة خطوة ثابتة تحاكي المستقبل أيضا عندما تعيننا في أول مجموعة في مجلس الشورى كان حريص أن يزور كل عدو في مكتبه ويستمع إليه وإلى آراءه وأيضا يزوده بمعلومات عن نفسه وما معناه أنه الباب مفتوح ترى في أي وقت فيه هناك ملاحظات فيه رأيي فيه كده سواء كان يعني لفظي أو مكتوب ترى أنا على السعداد يزور كل واحد في مكتبه كانت الحقيقة مبادرة مقدرة طبعا الكل يجل الشيخ الكل يقدره الكل يثمن اللحظات التي يعني يمضيها معه عندما أختير الرئيس الأول لمجلس الشورى في تنظيمه الجديد أنه سعى إلى أمرين عظيمين يدلان على حكمته الأمر الأول أنه فتح الباب للمنتقدين من أعضاء المجلس ومن غيرهم وكان يقول لهم أنا صدري باتساع الربع الخالي وكانت هذه الكلمة التي يقولها الشيخ قد وجد الجميع مصداقها في حواراتهم الفردية معه أو الجماعية أو في نقاشهم أثناء جلتات الشورى أو في زياراتهم أيضا الأمر الثاني أن الشيخ عندما فتح الباب للمنتقدين واستمع منهم حتى أنه مرة أحد الكتاب كتب مقالا شديدا لهجة تجاه مجلس الشورى فطلب بمكتبه تصوير المقال توزيعه على جميع الأعضاء وكان يصر على أن أي كاتب أو إعلامي ينتقد المجلس أو ينتقد أداء المجلس أنه لا يساءل وأن تمنح لهم الحرية في مثل هذا الانتقاد فهذا الأمر الأول أن صدره كان حقيقة متسعا للغاية مع المنتقدين أيضا كانت له قدرة عجيبة في إقناع المندفعين وتخفيف عجلتهم وتهدئة سرعتهم ويقول نحن في تجربة جديدة لم تعتد عليها مؤسسات الدولة لم يعتد عليها الناس الذين في المناصب منذ القدم فلابد أن يكون سيرنا فيها سيرا رويدا على مهل استضاف المجلس عدد من المسؤولين في الدولة من الأمير نايف الله يرحم ويسكنها الجنة إلى مرورا بالوزراء الآخرين الأمير سعود الفيصل مثلا الوزراء المتعددين اللي يمروا على المجلس في تلك الأيام الشيخ بن جبير يعامل هؤلاء باحترام لكنه يعاملهم أيضا كرئيس مجلس الشورى ويعاملهم أيضا أنهم هم ضيوف على المجلس وضيوف على الأعضاء وبالتالي لا بد أن يكون هناك نوع من الاستماع المهتم بما يقوله هؤلاء الأعضاء لأن هؤلاء الأعضاء موثوقين ولأنهم مؤتمنين أيضا على آرائهم ولأنه مطلوب منهم أن يقولوا آراء وبالتالي الضيف يكون مدرك لهذا والشيخ يمنح العضو ثقة في أنه يتكلم بما يريد أن يتكلم به مع المسؤول الخائم سواء فيه ملاحظات أو فيه حتى انتقادات إيجابية مثلا بناءة أو خلاف ذلك مع الحفاظ بالاحترام المتبادل بين الضيف وبين الأعضاء والشيخ كان هو ضابط الإيقاع الحقيقة بين الألفائتين بكل ما لديه من سمت بكل ما لديه من هيبة رجل الدولة ترجمة نانسي قنقر